السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم توقعاتنا ليوم الجمعة 15 تشرين الثاني نوفمبر وبما انه توقعاتنا ليوم الجمعة فجمعة مباركة على الجميع القمر اليوم استقر تماما في برج الثور ورح يظل موجود في برج الثور لغاية الساعة 7 و 8 دقائق من صباح يوم الغد السبت بتوقيت جرينج القمر الآن موجود في منزلة الدبران وهي منزلة سيئة لا تصلح إلا للعداء والمشاكل ومن الأفضل عدم البدء بأي شيء جديد ورح يظل القمر موجود في هاي المنزلة لغاية الساعة 5 و 18 دقيقة من مساء اليوم الجمعة بتوقيت جرينج لا ينتقل القمر بعدها لمنزلة الهقعة وهي منزلة سيئة لا تصلح إلا للأشياء المضرة بما ينفع مثل استخراج السموم الأعمال الأورام أي زوائد جلدية مثلا وغيرها ومن الأفضل عدم البدء بأي شيء جديد القمر بما أنه موجود في برج الثور اليوم معناته منصبح أكثر حذرا ومن ميل لحماية ممتلكاتنا ونادرا ما نبحث عن أشياء جديدة يجب أن نعتمد على أنفسنا ماليا وإلا نفكر في اقتراض الأموال من البنوك أو الأصدقاء وأثناء وجود القمر في برج الثور ينصح ببدء خط التوفير أو شراء عقار أو قضاء وقت ممتع في المنزل بالنسبة للزوايا الفلكية طبعا أول زاوية رح نتكلم عنها وهي زاوية التزديس إيجابية بين القمر وبين زحل هذه الزاوية رح تكون الساعة ثلاثة وثمانتعشر دقيقة صباحا بتوقيت جرينج نصبح أكثر قدرة على تنظيم شؤنا بشكل فاعل وبتعزز لدينا الحسب المسئولية مناسبة للسيطرة على الذات والثبات والحذر وبتمنحنا الجدية وحسن التنظيم والتوازن في إدارة أعمالنا الساعة 22 دقيقة من عصر اليوم الجمعة بتوقيت جرينج رح ينتهي تراجع كوكب زحل في برج الحوت يعني رح يرجع للحركة الأمامية بعد تراجع استمر تقريب الأربع شهور ونصف يعني من بدأ تراجع يوم 29 ستة ورح ينتهي اليوم الساعة 22 دقيقة من عصر اليوم الجمعة 15-11 خلال الفترة السابقة لفترة التراجع شعرنا بالضياء وعدم القدرة على تنظيم أمورنا وعمت الفوضى حياة البعض من أشخاص يعني تضاءلت عندهم الحسب المسئولية أو الحسب الواجب رغم التزاماتنا زادت نفقات مالية علينا وهذا الشيء سأدى لا اختلال في الميزانية من الآن وصاعدا يعني بالفترة اللي رح يرجع فيها للحركة الأمامية هاي الأمور بتدريجيا بتبدأ تنتهي إذن فترة الضغط الكبيرة كانت فترة التراجع الآن بتبلش الأمور يعني زحل هو المعلم الصارم هو سلبي ولكن بظل أخف من عملية التراجع الحركة القادمة لكوكب زحل خلال العام القادم اللي هو عشرين خمسة وعشرين رح تكون على النحو التالي طبعا الآن هو رح يظل موجود في برج الحوت في حركة أمامية لغاية صباح يوم اثنين خمسة ألفين وخمسة وعشرين بعدها بده ينتقل لبرج الحمل ورح يظل بحركة أمامية في برج الحمل لصباح يوم ثلاثة عشر سبعة بعدها بده يبدأ بالتراجع اللي هو التراجع السنوي اللي هو من ثلاثة عشر سبعة بيبدأ عملية التراجع في برج الحمل بعدها بيرجع متراجع من برج الحمل لبرج الحوت صباح يوم واحد تسعة وبعدها بيظل في برج الحوت يتراجع لغاية يوم ثمانية وعشرين احد عشر صباح يوم ثمانية وعشرين احد عشر بعدها بيرجع للحركة الأمامية مرة أخرى بالنسبة للزاوية التي تلي هذا الحدث هي زاوية تقابل سلبية بين القمر وبين الشمس وهي معناها اكتمال القمر بدر رح يكون الاكتمال الساعة تسعة وسبعة وعشرين دقيقة مساء بتوقيت جرينج هذا الاتصال بيخلق لدينا شعور بالملل من أي عمل روتيني فمنكون بحاجة للراحة يفضل أخذ فترة من الراحة لاستعادة نشاطنا من جديد ونحاول أنه نبعد عن الأعمال الروتينية بممكن يفاجئنا البعض بشيء غير متوقع بشكل سلبي وممكن يصدر مننا ما هو غير متوقع تجاه البعض كذلك من ناحية سلبية تجعلنا سريعين التأثر عن دين غريبين الأطوار ممكن نتعرضنا لتغييرات مفاجئة في الرأي أو العواطف وبتدفعنا للعلاقات العابرة اللي ممكن نتعرضنا للفراق أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية اقتران إيجابية بين القمر وبين أورانوس هذه الزاوية رح تكون ساعة 11 و 31 دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش بتعزز قدرتنا على استغلال المناسبات الاجتماعية والاستفادة منها ممكن يفاجئنا البعض بشيء غير متوقع وممكن يصدر مننا ما هو غير متوقع اتجاه البعض كذلك تمنحنا أفكار فريدة ومبتكرة ومتعة وتسلي غير متوقعة وبتزيد من اهتمامنا بالعلوم العصرية والتلفزة والسينما والميل لكل ما هو مندهش وغريب بالنسبة للعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسي واللي لازم ندير بالنا عليها ما لازم نعمل عمليات جراحية لا صغرى ولا كبرى لهذه العضاء خلال هذا اليوم إلا إذا كانت اضطرارية العنق والحنجرة الحبال الصوتي الغد الدرقي اللوزتين وتفاحة آدم أما بالنسبة لباقي أعضاء الجسم طبعا إذا كانت اضطرارية يعني ما في مجال التأجيل اعملها ولكن إذا في مجال التأجيل أجل العمليات الجراحية خلال هذا اليوم طبعا هذا اليوم يوصى بإجراء الحجامة للأشخاص اللي بدهم يعملوا حجامة أو بدهم يتبرعوا بالدم فهذا يوم مناسب أيضا هذا اليوم مناسب لعمليات التجميل مثل الحقن وليس الجراحة لا يصلح لزالة الشعر الزائد بالليزر أو الطرق التقليدية يصلح لقص الشعر التجميلي ويصلح للصبغ والحنة ولكنه لا يصلح للقص العلاجي القمر بما أنه اليوم في برج الثور خلو المسار زي ما ذكرنا رح يكون غدا السب بيبدأ الساعة 7 دقيقتين صباحا وبانتهي الساعة 7 و 8 دقائق صباحا بتوقيت جرينج أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر اليوم المكتمل الآن عمره 14 يوم الساعة 2 و 7 دقائق بعد الظهر نبدأ باليوم الخمسة عشر نهاية اليوم بيكون القمر اكتمل مية بالمية أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في العقرب حتى يوم 21-11 سعيد الآن بنسبة 15% ساعة الفجر منتحس بنسبة 10% القمر في الثور حتى يوم 16-11 سعيد الآن بنسبة 30% ساعة الصباح منتحس بنسبة 10% ساعة الظهر منتحس بنسبة 25% ساعة العصر منتحس بنسبة 10% عطارد في القوس حتى يوم 26-11 منتحس بنسبة 40% الزهرة في الجدي حتى يوم 7-12 منتحس بنسبة 10% المريخ في الأسد حتى يوم 6-12 سعيد بنسبة 45% المشتري في الجوزاء بيتراجح حتى يوم 4-2 منتحس بنسبة 40% زحل في الحوت حتى يوم 25-5 في برج الحوت منتحس بنسبة 10% الآن ساعة العصر سعيد بنسبة 15% أورانوس في الثور بيتراجح حتى يوم 31 منتحس بنسبة 5% نبتن في الحوت بيتراجح حتى يوم 17 منتحس بنسبة 10% وبلوتو في الجدي حتى يوم 19-11 سعيد بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لما وليد برج الحمل طبعا هذا اليوم يحمل معاه فرصة مالية ممكن تكون مفاجئة وتدخل تحسين على ميزانيتك وبالطالع فترة غنية يجب توظيفها اجتماعيا مهنيا عاطفيا أهم شنك ما تضيع الفرص عليك وضف طاقتك الذهنية البناءة لوضع حد للتساؤلات والالتباسات وناقش بوضوح أغلب المكاسب المالية تيجي من عمل إضافي أو مستردات أو هبات أو دعم برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعا ثقتكم بأنفسكم كبير اليوم وبعمكم النشاط بما أن القمر صار موجود عندكم بإمكانكم تبادروا لخطوة جديدة الدعم من مركزكم الاجتماعي الحضوض قوية ونتائج حاسمة وما بيستطيع أحد منافستكم حاول أنك تطوي صفحة الماضي الأيام اللي راحتها اللي كانت ضاغطة وبترتفع المعنويات مجددا وبتكون فترة ناشطة وواعدة بتطور جيد وحضوض عالية برج الجوزة بالنسبة لموليد برج الجوزة طبعا القمر صار موجود في بيت المتاعب إذن هذا اليوم بيتطلب منكم عدم المبالغة في جهدكم الجسماني إن أنجزوا ما بوسعكم من أعمال متراكم دون إهمال صحتكم بيسودوا الهدوء والملل وبتراوح أعمالك مكانها وبتخيب أعمالك لسبب أو لآخر أهم مش إنك ما توقع على عقد ما تحسم أمر هذه فترة فارغة من الطاقة والحظ فما تراهن عليها برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان اليوم تسعد من لقاء الأصدقاء وتعاونهم معكم أهم مش إنك تكون مخلص لصداقاتك ووعودك ممكن تحصد تأييد لا بأس فيه كثف ارتباطاتك باستطاعتك تقديم أفضل النتائج شرط التحلي بالهدوء والليونة والصبر وبتفرحوا بانتصار مهني أو اجتماعي خلال هذا اليوم وبرضو حاولوا تتمموا كل أعمالكم الضرورية والمهمة قبل يوم الغد برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد هذا اليوم مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل أو بيرغبوا في إدخال تعديل على طبيعة عملهم ولتعزيز العلاقات مع المسؤولين في العمل إذن هذا اليوم بيحمل فترة فيها نوع من أنواع الضغوط لأنه بيت السمعة هذا على عدة أصعدة وبتكون الأجواء متوترة ممكن يكون فيه مواجهة أو ارتباط مهم يسبب لك نوع من أنواع التوتر فبدك تحاذر من العناد والمشاعر السلبية برج العذرة بالنسبة لموليد برج العذرة بيصلكم خبر من بعيد وبتنجحوا في أمور تتعلق بالسفر أو الاتصالات وبتزداد رغبتكم في البحث عن قاسم مشترك بيجمعكم بأحباكم تطمئن خواطرك في هاي الفترة وممكن ترغض بخوض تجربة جديدة هاي فترة مناسبة للانفتاح على محيط مختلف أو ثقافة جديدة أو مجال جديد برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان اليوم بيحمل لكم فرصة لمكسب مالي إلو صلة بشراكة أو تعويض ولكن صحتكم أو صحت قريب لإلكم بتكون بحاجة للرعاية هاي فترة يعني جيدة بالرغم من بعض التوتر الساد ولكن حاول أنك ما تغامر بموقعك حاذر النزاعات والتذمر والتمرد وحاول أنك تقوم بواجباتك بشكل تام برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب هذا اليوم مناسب إلى القيام بعمل بتطلب تعاون من طرف ثاني وأيضا بوسعكم تعزيز شراكاتكم سواء المالية أو العاطفية أو ما بين الأزواج ولكن بدك تحافظ على هدوء أعصابك ونفرة صوتك بتكون الضغوط كثيرة فبدك تتحاذر من تأزيم أي خلافات وحاول أن يكون كلامك واضح تفادي لأي سوء تفاهم برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس رغم تراكم العمل إلا عندكو إنه عندكو قدرة على إنجاز حصة الأسد منه نظموا جدوى الغذاءكم وخذوا قصد كافي من الراحة بتلحقق الاتصالات بتكثر المسؤوليات العائلية والمهنية نظم وقتك وما تتأخر ممكن تهتم بإنشغالات مالية أو تساؤلات حول قدرتك على التحمل أو الإتمام بعض الأعمال أهمش إنك ما تشك بنفسك وبعضكم رح يكون عنده إنشغالات صحية برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي بترغبوا في التقرب من أحباكم وتعزيز العلاقة معهم وبوسعكم ممارسة نشاط فني أهمش إنهم ما تبالغوا في تجربة حظكم المالي أنتوا على موعد مع مصالحة أو لقاء ودي ولكن بتكون تتجنبوا الانتقادات وتسعوا لتلطيف الأجواء بتستعيد صفاء ذهنك وبتفاوض بمهارة حاول إتمام العقود والسفقات التجارية برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو بوسعكم إدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم وتعزيز الروابط العائلية ولكن قصص فترة لا بأس فيها من وقتك للإهتمام بمتطلبات العائلة الجو ضاغط والمسئولية كبيرة وممكن تكون على ارتباط مهم فما بجوز الفشل وأيضا في مصاريف منزلية برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت بتنشطوا في الدراسة والسفر والاتصالات ويعتبر هذا اليوم مناسب للخروج في نزهة قصيرة وبكون لكم نوع من أنواع تعامل مع أخ أو جار تتمتعوا بقدرات ذهنية كبيرة وجراءة في التعبير والوصف أهمش أنك ما تسكت اسمع صوتك وبدعوك لتنظيم جدول أعمالك تفادي للإهمال أو التقصير هيك من كون انتهينا من توقعاتنا على هذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء